تحياتي مجددا لكم أكيد بحث أصواتنا ونحن نتحدث عن خرقة السيادة العراقية التي تكرر في أكثر من مناسبة حتى بعد الجيش التركي لا يحسب أي حساب لأي سيادة وأي سلطة سواء كانت سلطة حكومة تقريب كردستان أو الحكومة العراقية بسبب السكوت الذي أنا أسميه السكوت المخزي حقيقة واليوم أرتال الجيش التركي تدخل كأنما تدخل إلى مدينة تركية من دون لا حسيب ولا رقيب نحن نعرف بأنه في الأعراف الدبلوماسية تقام الحروب لو طائرة اخترقت أجواء سيادة بلد معين لو شرطي حدود دخل بالخطأ حدود الدولة المجاورة ولكن اليوم الجيش التركي وأرتال الجيش التركي ومدرعات وهمرات تدخل وبأرتال كبيرة في عمق الحدود العراقية بعشرات الكيلومترات هذا يؤشر إلى أنه تركيا وأنقرة لا تحترم سيادة العراق أولا ولا تحسب أي حساب لحكومة عراقية رأينا أردوغان قبل فترة زار العراق زار بغداد وزار أربيل ولكن هذه الزيارة كنا نتوقع أنه تجري مباحثات حول ضرورة احترام سيادة العراق أو ضرورة انسحاب القوات التركية الموجودة في أخيم كردستان حول ضرورة احترام بأنه هناك حدود يجب أن تحترم ولكن يبدو بأنه هذه الزيارة كانت منطلقا لتدخلات أوسعة كانت ربما أعطاء الأذن وأعطاء الضوء الأخضر لأردوغان لكي يتدخل أكثر هو سلطته في العراق بحجة وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني هذه حجة جواهية كل فترة تركيا ترى أنه الأوضاع هذه تريد أن تخلق مشاكل جديدة وتريد أن تخلق بلبلة جديدة بحجة وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني أين هذه الأرتال التي تدخل بعمق الأراضي العراقية لديهم أهداف واضحة ولديهم معالم واضحة ولديهم نقاط يردون الوصول إليها ولديهم مناطق في العراق يردون الوصول إليها وكل هذه المقدمات للأسف الشديد ما يجري هو غياب التسليط الإعلامي تسليط الضوء الإعلامي على ما يجري وإلا تركيا منذ أشهر هي تقوم بعملية حفر الأنفاق تقوم بعملية نصب الكاميرات الحرارية على سلسلة جبال متين تقوم بعملية تمشيط عسكري واسع تقوم بعملية دور استخباراتي ومخابراتي لأجهزتها الموجودة في قيم كردستان كل هذه الأدوار تقوم بها تركيا ولكن اليوم أصبح الأمر واضح وعلني ولم يعد مخفي والأرتال اليوم بشكل واضح ظهرت في مقاطع فيديو انتشرت على مقاطع التواصل الاجتماعي وعلى الحكومة العراقية حقيقة وحتى حكومة تقليل كردستان على الأقل تصدر تعليق على ما يجري هذا السكوت من وزارة الخارجية العراقية أمر غريب وأمر غاية في الغرابة أن اليوم جيش لدولة أخرى يدخل ضمن حدود بلدك ووزارة الخارجية هي المعنية الدفاع عن سيادة العراق هي المعنية بالرد على أي خرق سيادة العراق اليوم نراها ساكتة وحتى للأسف الشديد سيدة العزيزة في السابق عندما كان يحدث خرق تركيا سواء بقصف أو عملية تدخل أو دخول جيش أو بناء قاعدة نرى ونسمع على الأقل بيانات استنكارية من حكومة تقليل كردستان من الحكومة العراقية من وزارة الخارجية من البرلمان اليوم للأسف الشديد حتى هذه البيانات الاستنكارية التي لا تغني ولا تسمن من جوع غابت وحتى هذا السكوت حقيقة أمر مستغرب شديد الاستغراب أستاذ علي اليوم استقدام تعزيزات عسكرية كما ذكرت لنظام التركي إلى العراق إلى دولة العراق اليوم كيف ستنعكس على أمن واستقرار البلاد البلاد الآن مستقرة ولله الحمد منذ فترة طويلة نرى بأن العراق الآن مستقر أمنيا ربما هناك نقص في مجال الخدمات لكن البلد مستقر أمنيا ولكن تركيا كلما رأت العراق مستقر أمنيا تحاول زعزعة استقرار البلد عبر هذه التصرفات الصبيانية والعدوانية في ذات الأثناء دخول هذه القوات أكيد سيساهم زعزعة الاستقرار لأنه حتى لو افترضنا بأن حجتهم صحيحة بوجود مسلحي حزب الأموال الكردستاني فهذه الجهة الموجودة داخل داخلهم أكيد لن تسكت وبالتالي هذا سيؤثر على استقرار العراق وسيؤثر على استقرار قليم كردستان بشكل عام العراق ليس بحاجة إلى هذا التوقيت إلى هذا الأمر البلد مستقر ويسير بخطوات وتقدمه بعد أن تخلص من إرهاب داعش الذي شاركت به تركيا الذي شاركت به تركيا والدعمته ومولت الإرهابين ومولت عناصر داعش ضح العراق بالمال وبالسلاح وبالأشخاص وبالغالب النفيس من أجل الخلاص من داعش ولكن اليوم هناك خطة تركية لممارسة عمليات غزو داخل أراضي غليم كردستان كانت العمليات تتصر على القصف لكن ربما بتدخل هذه الأرتال الكبيرة هم يريدون غاية في أنفسهم وهي الغاية ربما ممارسة عمليات احتلال لبعض المناطق التي يريدون الوصول إليها والهدف التركي واضح هو بالوصول إلى سنجال وبالوصول إلى الموصل وبالوصول إلى كركوك وهذه كلها حجج واهية وجود حزب العموال الكردستاني وجود جهات معادية لتركيا كلها حجج ومقدمات بهدف الوصول إلى تلك المناطق التي يرون بأنها هي غايةهم الكبرى أستاذ علي بخصوص اليوم استمرار صمت حكومة العراق بما أن الموضوع يتعلق بالسيادة العراقية يعني لماذا إلى اليوم لم تتخذ حكومة العراق أي موقف بشأن هذا التوغل توغل النظام التركي إلى البلاد يعني للأسف الشديد نرى أنه تغليب المصالح الشخصية المصالح الشخصية دائما تغيب على المصلحة العامة مصلحة البلد سيادة البلد أرض البلد علم البلد نرى أنه الجهة المسيطرة على حكومة تقليم كردستان حزبيا هي قريبة من النظام التركي نرى أنه بعض الأطراف التركية وخصوصا بعد زيارة أردوغان تريد التقرب والتزلف إلى تركيا والتزلف إلى أردوغان والتقرب منه على حساب مصلحة سيادة البلد كل هذه الأشياء تكون على حساب سيادة البلد وهذا الأمر المخجل حقيقة وأنا كعراقي أخجل بأنه أرى اليوم بحكومة بلدي لا تدافع عن أرضي سواء كانت في البصرة أو الدهوك أو الأنبار أو الموصل السيادة سيادة ودواء كانت ضد إيران أو تركيا أو سوريا أو الكويت أو أي دولة أخرى أو أمريكا أو أي دولة أخرى ما يجري اليوم نرى حتى أن هناك بعض السياسين ينظرون حقيقة بعين واحدة لماذا نرى بأنه البرلمان والأحساب كانت تطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق والقوات الأمريكية ليس دفاعاً علىها ولكنها موجودة بضمن اتفاق أمني موقع ما بين الحكومتين حكومة العراق والحكومة الملات المتحدة الأمريكية ولكن لا نرى هذه المطالبات وشدة هذه المطالبات بطرورة خروج القوات التركية والقوات التركية تتواجد داخل الأراضي العراقية عنوة وليس لها أي اتفاق أمني يربط بين الجانبين بالتالي يجب أن تكون ذات المطالبات من البرلمانيين والسياسيين بخروج القوات الأمريكية تكون هي ذاتها مطالبة بخروج القوات التركية وغلق جميع القواعد التركية سواء القواعد عسكرية أو قواعد استخباراتي نعم من السليمانية الأستاذ علي الحياني كاتب ومحلل سياسي لك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به وعلى مشاركتك معنا ترجمة نانسي قنقر